ولم نقشة موضوع تجدد الاحتجاجات حول قرار الحكومة الشروعة في استغلال الغاز السخري أسعد باستضافة السيد عبد المجيد عطار الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك وأيضا هو خبير اقتصادي أهلا بك سيدي عطار في ركن الضيف الظاهرة يعني لاحظنا أن هناك جدل كبير حول مشروع الغاز السخري في الجزائر وتجدد الاحتجاجات في مدينة عين صالح نهار أمس يعني برأيكم كخبير اقتصادي ومسؤول لمجمع سونطراك سابقا هل هناك ما يبرر مثل هذه التخوفات من قبل المواطنين وربما يتسألون ما هي الأخطار الحقيقية مثل هذا المشروع شكرا شوف هو الجدل هذا موجود السبب الأول أن تعوى عدم الحوار عدم الحوار ما بين السلطات أو المؤسسة المعنية بالأمر اللي هي وزارة الطاقة حاليا والمجتمع المدني بصفة عامة أو المواطن بصفة عامة باش الإنسان على الأقل يعرف واشنه هو الغاز السخري لماذا رايحين له هل يعني احنا محتومين باش نلجأ إلى الغاز السخري في ميدانة الطاقة ولا لا ما كانش حوار يعني بكل صارحة عندنا ربع سنين وإحنا نهضروا على هذاك ولكن الحوار موجود فقط ما بين التقنيين ولكن يرجو منك الإفادة يعني في هذا النقاط التي أتيت عن ذكرها هذا فيما يخص يعني هذا السبب الأول فيما يخص الجدل لماذا يعني هل كان الأخطار لأن اليوم خاصة أنا أهم شيء لازم نتكلم عن الأخطار طبعا كل صناعة وكل ما نلجأ إلى استغلال مادة من المواد الطبيعية دائما كل صناعات فيها أخطار فيما يخص الأخطار لأن الشيء اللي يخص اللي يهم كثير المواطنين هو يقولوا باللي أنه كان خطر تلوث المياه البطنية يعني المياه اللي موجودة في الخزان اللي يسميوها لا البيع أنا في رأي ما كانش حتى خطر لأن الخطر ممكن يجي إذا الآبار اللي نحفرها اللي راح تحفرها شركة سوناتراكا وشركات أخرى ميش محفورة بتقنيات يعني بكل الحذر سيس كونابلا سيمونتاسيان تعلي كيزينك في أمريكا ولا الشي اللي صرا في أمريكا ولا في بولونيا ولا في بلدان أخرين الخطر جاء يعني الاتصال ما بين الخزان اللي فيه الماء اللي هو تحتاج الناس والخزان أو الصخرة اللي فيها الغاز يعني يكون اتصال بناتهم ولكن هنا في الصحراء الصخرة اللي فيها الغاز موجودة على عمق 2000-2500 متر لالبيان موجود على 500-300-600 متر يعني أقصى حد إذن ما فيش خطر ما عدا إلا الأبار يعني ما تحفرتش بحذر وبتقنيات لكن سيد عطار يعني هناك كثير من التحذيرات ذهبت في هذا الاتجاه تحذيرات خبراء يعني أنتم تقللون نوعا ما من حجم هذه الأخطار لكن المواطن يعني يتسأل هل مشروع كهذا يعني فيه أخطار أهينة لدرجة أنه يفرد مثلا من دون فتح أي استشارة خاصة على مسواسع مع الخبراء مع المجتمع المدني وعطياف التي تعنيها مثل هذه القرارات الحوار والاتصال محتوم لازم لازم ناس هذول الناس لما يقولوا إحنا ما ناش موافقين مع هذه الحاجة ولا هذه لأن عندهم الحق عندهم الحق باش يتسألوا عندهم الحق باش يخافوا ولكن من الواجب من المؤسسات المعنية بالأمر المؤسسات باش تتحاور معهم باش هل كان حوار في عين صالح ولا أدرار ولا باش يعني شرحوا للناس وشنوا هذا الغال نعم نتمنى ذلك يعني لو تسمح لي اقتصاديا هذا الجانب الاتصالي المؤسسة نلاحظ أنه فيه خلل كبير في الاتصال بين المؤسسة وبين المواطن الجزائري على مسؤول نجاعة الاقتصادية هل يعني هذا المشروع له نجاعة اقتصادية التي تجعل الحكومة تتمسك به بهذا الشكل شوف نعطيك مثال أمريكا أمريكا ما لجأت للغاز السخري ما عدا إلا باش تتأمن باش تتحصل على الأمن التقوي انتحها على المدى الطويل أحنا نفس الشي عندنا احتياط ولكن الغاز والنفط اللي عندنا هذا راح يخلاص بعض النهارات مش راح يدوم إذن من الثمى من استناش حتى النهار يخلاص في 2030 مثلا لما يكون مكانش غاز وإحنا نحتاج الغاز بازلنا نحتاجه لخمسين مئة سنة دونك لازم من اليوم نبدأ نشوف كيفاش هل ممكن وإحنا رأنا في بداية فقط الانتاج تاع الغاز السخري مش راح يبدأ السنة ولا العام الجاي ولا بعد خمس سنوات لكن سيد عطار لماذا لا يتم مثلا لماذا لا يتم الذهب إلى اقتصاد منتج مثل ما ترفعه الحكومة من شعار صرفت الحكومة ما يقارب 800 مليار دولار واليوم التبعية للمحروقات هي نفسها لا تتجوز واحد بالمئة هذه حاجة أخرى لو تسمح لي كمّل السؤال يعني لماذا نصر على الغاز السخري ولا نذهب مثلا إلى اعتماد استراتيجيات أخرى بديلة لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات لا هذا أني قلت لك حاجة أخرى الذهاب إلى اقتصاد مهش تابع للنفط هذا ثاني من الأكيد إحنا رأنا في أزمة مثلا مع انخفاض سعر البرميل يعني ورأنا نشوف باللي اليوم يعني ضيعنا وقت كبير باش نبني اقتصاد غير تابع للنفط ولكن أنا نتكلم لك على الغاز السخري حتى ولو بنينا صناعة غير تابعة للنفط يعني مستقلة من النفط الغاز الطبيعي نحتاجه اليوم نحتاجه بعد خمسين سنة بعد قرن إكستراء يعني نكون مثلا كل المواد اللي مديورة في البيتروكيميا كل المواد الآن مصنوعة بالغاز أو النفط في بعض الأحيان إذن إحنا محتاجين محتاجين الغاز أنا ما نشأل نتكلم عن هذيك عندك الحق هو أحسن طريق هو بناء صناعة أو ناشاط اقتصادي فلاحي إكستراء غير تابع للنفط هذا هو اللي يخلق ثروة ومناصب شغل دائمة ولكن لما مثلا الفلاحة باش نطور الفلاحة لازم نطاقة باش ندير الصناعة لازم نطاقة في كل الميادين لازم الطاقة والطاقة منين نجي من الغاز ولا من ما الذي يمكن أن يضيفه مشروع الغاز الصخري للاقتصاد الجزائري على المديين القريب نعطيك مثال مثال بسيط جدا الغاز الصخري هذا هذا الشيء أنا ما نظنش الغاز الصخري هذا راح نصدروه في المستقبل ولا ولكن أحسن شيء هو الغاز الصخري مع الطاقة الشمسية نخلق الكهرباء أنه نستطيع أنه نصدر بالغاز الصخري والطاقة الشمسية والكهرباء هذيك في الصحراء نستعملها لتطوير الفلاحة أو الصناعة الفلاحية أو الصناعات أخرى ثاني كذلك والزايد نجيبه للشمال ونجيها في المستقبل بعد 2030-2040 راح نحتاج طاقة كبيرة والاحتياط اللي موجود حاليا ما يكفيش مستحيل بعد 2030 لازم نلجأ إلى طاقات أخرى ومنها الغاز الصخري في سياق منفصل سيد عطار يعني الحكومة سنة 2005 صادقت على مشروع قانون المحروقات في البرنامان لتتراجع بعدها عام بعد عام بعد بنفس الطريقة يعني هناك قرارات استراتيجية مثلا على مساوى عالي جدا تتخذ بشكل ربما ارتجالي اليوم يفرد الغاز الصخري ولا يفتح بشأنه النقاش وغدا ربما يتم التراجع إلى متى يتم يتواصل هذا التخبط على مساوى القرار السياسي في البلاد يعني هذا نقص الحوار والاتصال مع المجتمع المدني مهما كان الاتجاه تعوله الحوار أحسن شي قبل ما نخذ القرار على الأقل نستشار نستشار احنا دايما الحوار ما بين كما نقول احنا الخبراء أو المؤسسات ولكن المجتمع المدني بصفة عامة يعني غير معني بالأمر والطنق ما نشاوروش المجتمع المدني يسرعوا مشاكل لأن المجتمع المدني لما يخرج للشارع لأنه ما على بلوش ما على بلوش كيف لو كان نشرحوله الأمور كيف ولا نعتلو التحديات اللي عندنا اليوم ولا اللي عندنا في المستقبل ممكن في هذا الوقت المجتمع المدني يمشي مع القرارات ولا مع التغيرات إذا ما يتشاوروش سبحان الله يعني في الآخر ما الذي يمكن أن يسفيد منه الجنوب الجزائري من مشروع الغاز سخري لأنه نلاحظوا مثلا أنه حالة امتعاد واسعة من حرمان طبقات واسعة من الشباب من البترول ومناصب الشغل التي سحود عليها كما يقولون الشباب من الشمال يعني ما الذي يمكن أن يقدمهم من إضافة ربما تسكت أو ترضي هذا الشباب الثائر اليوم الاستغلال أو اللجوء للغاز السخري هدف استراتيجي هدف ليأمن الطاقة في المستقبل لكل الجزائر مش للجنوب فقط لكل الجزائر لأنه في المستقبل راني نقول لك بعد 2030 2040 الاحتياط انتع النفط والغاز الكونفونسونال يعني الغاز العادي رايح ينقص ممكن بلك ما يكفيناش تماما وما نصدرش ولا متر مكعب ولا برميل بعد 2040 ولا 2050 إذن اللجوء إلى الغاز السخري مع تطوير التقنيات ثاني كذلك هذه ما تكلمناش عليها لأن التقنيات التي تكنولوجيا راح يطوره اليوم راح نستعمل الماء لتفجير صخور ممكن بكرة ما نستعملش الماء تماما كي تقنية جديدة إذن الغاز السخري أظن من الأشياء أو من الثروات التي تقدر تأمن أو تعطي للجزائر الأمن التقاوي في المستقبل ونتمنى أيضا أن يحفظ يعني تحفظ الجزائر من جوانب أخرى بيئية إلى ما ذلك نشكرك جزيلا على كرامية الإفادة سيد عطار نلتقي بك في محطات أخرى بإذن الله شكرا جزيلا شكرا